في الحوار، هناك شيء يجب أن تسميها أن تغادر صديقك وكيف أنت عنك صديقك في الفن؟ مقربة؟ أنا صديقتي اللي خليها ليا اسميها مريم، كان بوسك ولكن في الفن حاولت نكون صديقة مع أشخاص ودعوا يدي كل ما تسلسهم أشخاص الذين يدخلوا لداري وكلوا وشربوا معي وعرفتهم على خدمتي وصدقوا حيدوني ولكن كنت أقول لهم هل تكلموا شوية لأنه هرزقك غاج يتأخذه غاج يتأخذه أنا مدام عرفتك على هاد الناس إلا وأنا بالعكس بنية طيبة والحمد لله ربي ديما ديما مفضلني وديما كيطيحني في أولاد الناس في البخوجي يعني تعاملي مع سمي أقريون وراسق اللي كان بحل ستاج بالنسبة لي لأنني تعلمت معهم بزاف بزاف الفنانين خدمت معهم اللي خديت منهم دروس وتعلمت منهم وأنا دايما كنقول أنا لسا في البداية وبالعكس ما ما كانش في قلبي ولا في خاطري شي بلاصل الله يسمح كل واحد مؤخرا في تصوير وقع ليك واحد لمشكلة ك וה فنانة هل يريد أن يحضרים ماذا قلت لك هذا الهضراء؟ مصلات مصلات كنا هضروا على هذه الفنانة اللي كان هضر عليها الفنانة مريانة اللي كان وجعلت تحية بزاد لأنه تلقيت مآها في تركيا وجبتها من المطار لأنه أول مرة تجي لتركيا وخرجنا أنا وياها والفنانة حكمت اللي كان وجعلت تحية وولد صديقتي وأردت لي الأيد ميلادي وانتي عارفها بوشتراميكات عرضي الأيد ميلادي وقد دخلت دارك غير الإنسان اللي يا عزيز اللي عجبني في مريا هو أنها إنسانة عندها شوية في الماضي ديالها بحالي يعني هي إنسانة عاشت الألم اللي أنا عاشتهم دخلت للخاطر ووجات عندي الأيد ميلادي وكان ديك الساعة لبرومير مارس كنا كان حضروا المسلسل ديسك حياتي قلت لي يا عافك أنا بغيت نبتل هذا قلت لي يا مرحبا بك تفضلي معنا وزع ما مشيت ديسها معي الريبيتيسيون بنية صافية جدا ومن بعد كتشفنا أن نغني أغنية ديسك حياتي علاقة بالجينيريك المهم شي سينا سجلتوا هذا جاد صورت معنا كان كل شي مزيان هي كانت بغت أبا غامو يكون عندها دور ولكن للأسف في ديسك حياتي ما كانوش أدوار في السين ديالنا فجابوها جاست كما كان عارفوا أيمن السرحاني كان جاست حد شي معمور كان جاست سعيد تقناوي يعني بالعكس هذه حاجة مضافة لها أنها تكون معنا جاست من نساء للتصوير قدرت يعني جاست شي دومينوت معش بعاش الحل قلت لي يا ملكي قلت لي يا عافك ما تعدرش معي أنا ما خلت على راحتها كان عيطيها ثاني نهار ما كانت جاوبنيش مشات قبل رمضان كاكتشف أن مريم أبغتناش وكونوا معا في الجينيغيك حيدتنا من الجينيغيك والدلين أن ديسك حياتي في الحلقة الأولى والتانية نزل بلا بي أنا البطلة وبلا فيصل عزيزي ومن بعد أيام الناس تسألوا علاش ورجعنا في الجينيغيك الحمد لله وكان صيفت له المساجات وما كانت جاوبنيش وبلوكتني فالاختلاف اللي كان هو بغيت غير نعرف علاش بلوكتيني ومسحتيني بصحتك الجينيغيك بالعكس أديتها بطريقة زوينة غير الإنسان يعني جبتها لدارك وعرفتها لخدمتك إلا وتبغيت لي الخير وحق الله تقدر تعييت لساعد ناصيري قلت لي عافك لقالي هاشي دور قالي يا كريمة كينانتي وكيناء بلاس صوفي اللي كانوا جهلا تحية اللي لجون اللي مشاركين هذا الموضوع عمري ما هدرت فيه ولكن شكرا أسامة أنك أعطتيني هاد الفرصة باش نعبر عليه وأقسم بالله العلي العظيم أن هادش اللي قلت بالصح والتكلمة من هادشي مكدوب شوفك كريمة البرنامج دي لها لا أبقى فيها الحال لأنه مني جبتها أسامة وصولتها لي لأنه عندما متابعة برنامجك دواج مزين عليك صولتها لي وهي تشوف هي تقول سين كوليغ ألوك هي جات للداري وكانت صاحبتي جاتبا إن كوليغ متباب متباب مكينيش كريمة متباب وخاف فيها الحال لأنه يعني مزين تعبري لرأيك بيان سور يعني باش أنا نقول إن كوليغ وحدة عاشت معها ونعست حداها ودخلتها لداري وهذا كوليغ ما كان دخلتها لداري مقدر تكون حالة سغادة ولكن كان فهم بالعكس بغيت يتخذي فورصة ماذا تقول لي؟ فنقول الله يكمل عليك وعارفة أنت عارفة أن أنا نهارت لقينا في إسطنبول شحال بكينا بجوج عاوت لك على ماما وعاوت لي على ظروفك بقى في الحال لأنني فقط صديقة بحالك مابقاش في الحال على الجينيريك لأن هذه الخدمة والأرض رخ ريادية غير الإنسان يجب أن يكون شوية كبرا من هذا الشيء لأنه مدام درتها التعامل كندن شركة الإنتاج لأنه قامت بحالة غضب شوية أفر على ذلك الشيء المفروض يكون